أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أبرز العنوين الصادرة لهذا اليوم في المواقع الإخبارية والصحف من يمن مونتور تراجع مخيف للأعمال الخيرية فقراء اليمن بلا مساعدات كورونا يحصد أرواح مئات اليمنيين وسط عجز حكومي فيما يفقد البعض أعمالهم بسبب كورونا هناك أثياء يزدادون ثراء أهلا بكم عدد كبير من المحتاجين ينتظرون قدوم شهر رمضان للحصول على ما يجود به الميسورون لكن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يبدو أنه لم يعد هناك ميسورون غير قادة الميليشيا وهم ممن لا يعرفون ما يريد المحتاجون ووفقا لموقع يمن مونتور فقراء صنع بلا مساعدات تراجع مخيف للأعمال الخيرية خلال رمضان قال الموقع خلال شهر رمضان المبارك الجاري أغلقت المطابخ الخيرية الموسمية أمام الأسر اليمنية المعدمة بسبب توقف الدعم المالي للمشاريع الخيرية في مناطق سيطرة الحوثيين وقال مدير أحد المطابخ الخيرية الموسمية في شهر رمضان ليمن مونتور توقف المساهمات المالية الخيرية في شهر رمضان لأول مرة أغلقنا المطابخ الخيري الواقع في مديرية بن الحارث الذي كان يطعم ما يقارب ألف أسرة فقيرة معدمة أضاف لم تتوفر المبالغ المالية الممكنة لفتح المطبخ الخيري كما في الأعوام السابقة ويتردد علينا بشكل يومي المعدمون والفقراء وأسر الموظفين الذين انقطعت عنهم المرتبات لكننا لا نستطيع توفير الوجبات الرمضانية المجانية كما في كل عام على مدخل سوق الخضار وسط مدينة مارب يتربع الطفل غازي الذمار إلى جانب أخيه الأصغر وكل منهم يحتضن صحنا مغطا بكيس بلاستيكي يقول الموقع فغست يروجون لسلعتهم اللحوح لبيع أكبر قدر منها خشية بوارها والعودة إلى أمهم دون مال كاف لمصاريف بيتها ويعد اللحوح الذي يبيعه غازي أحد أساسيات فطور الصائمين في رمضان لإعداد واجبة الشفوت المشهور في اليمن الذي لا تخلو سفرة صائم منه يقول الطفل غازي للموقع فغست أن أمه تصح باكرا لإعداد ثلاثمائة حبة لحوح بذرة وأخرى بذرة الصفراء على نار حطب هادئة ورصها على صحنه وصحن أخيه لبيعها خلال اليوم يتحدث غازي بجدية على ملابحه ولذاقة على لسانه بأنه يدخر المبلغ الذي يحصل عليه من بيع اللحوح لشراء كسوة العيد له ولأخوته الخمسة يضيف البوقع تنتشر مقالي السنبوسة وروائح اللحوح وبائع عصير الليمون في شوارع وأسواق مدينة مارب التي يعدها الرجال بمطابق ومعدات متنقلة خصيصا لشهر رمضان وصل الحال في عدن إلى أن يكتب أحمد محمد السلامي وهو إعلامي معروف مقال أنه ربما المقال الأخير فالسلامي مثل بقية أبناء المدينة يعيشون تفاصيل الموت كل يوم والمدينة تشيع العشرات يوميا وكتب السلامي في مقال نشره موقع عدن الغد ربما يكون مقال هذا هو الأخير الذي أكتبه لكم في ظل الظروف الخطيرة التي نمر بها في مدينة عدن المنكوبة فأنا حالي كحالي أي مواطن بسيط يعيش في وضع عام قابل لانتشار أي وباء صبرنا وصمدنا أمام كل شيء الحرب، انقطاع الكهرباء، انعدام المياه، انقطاع الرواتب، ارتفاع الأسعار الفساد والبلطجة والنهب والسلب، انعدام الأخلاق والقيمة الحميدة لكن يبدو أن معظمنا لن يصمد أمام هذا الوباء إن لم تكن هناك صحوة مجتمعية جبارة لمواجهته أنا أشك أن يتم ذلك المباراة العالمية الأخيرة بين الكورونا وبين البشر ستكون في اليمن سيزم فيها الكورونا بصعوبة سيكون الوباء أشد فتكا بزكان عدن إن لم يتم تدارك الأمر من الآن تسليم الحجر الصحي للمنظمات دولية لا يكفي فرض حظر التجوال الجزئي أيضا لا يكفي فرض حظر التجوال الكامل لمدة أسبوعين معناه موت الناس من الجوع والعطش والأمراض الأخرى في ظل شحة المياه والكهرباء والتطبيب والعواز الجماعي الوضع الصحي في عدن كارثي بكل المقاييس ليس من اليوم ولكن منذ عدة سنوات تفاقم جدا في الخمس السنوات الأخيرة بسبب المناكفات السياسية وأعمال البلطجة والفساد والسريقة والنهب والشعب المستهتر الذي يستخف بكل شيء يتأرجح حلمه بين تحقيق جمهورية أفلاطون وبين العيش في مدينة الفاريب الفاضلة التي لن تتحقق بهذا الشكل للأسف الحكومة غائبة والمجلس الانتقالي يتخبط من هنا وهناك والسلطة المحلية تتخبط ولا تعرف ما العمل عندما تستفحل الكارثة ويقع الفاس في الراس سيهرب المعرقلون وما ملكت أيمانهم والفاسدون وقادة الغفلة والبلاطجة سيهربون إلى قرهم في أعالي الجبال والبعض الآخر إلى بر الصومال وجبوتي حاملين معهم ما خف وزنه وغلت منه من قد الشعب عشرات المنظمات واجهت نداءات لإنقاذ صحفيين من معتقلات ميليشيا الحوثي وعنون موقع الصحوانت أكثر من 150 منظمة تطالب بإبطال الأحكام الحوثية بحق الصحفيين وسرعة الإفراج عنهم وفقا للموقع فقد طالبت 150 منظمة محلية وعربية ودولية المنظمات التي تدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيين والأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين تحاول ميليشيا الحوثي تصفيتهم قالت المنظمات في بيان لها يجب على الحوثيين إلغاء أحكاب الأعدام على الفور وإطلاق سرح جميع الصحفيين العشرة الذين أدينوا في انتهاك لحقهم بحرية التعبير وفي التاسع من يونيو حزيران 2015 اعتقلت ميليشيا الحوثي تسعة صحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء ودعت المنظمات الموقعة على البيان جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن منثاعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسة الإعلامية وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن الصحفيين هشام أحمد طرموم هشام عبد الملك اليوسفي هيثم عبد الرحمن الشهاب وعصام أمين بالغيث وحسن عبد الله عناب ما زال المصور الصحفي أصيل سويد مفقودا لليوم الثاني عشر على التوالي منذ مغادرته تعز باتجاه العاصمة عدن ولم تحصل أسرته وزملائه على أي معلومات حول مصيره أو الجهة الخاطفة وعنون موقع المصدر أونلاين مصير مجهول للمصور الصحفي أصيل سويد اليوم الثاني عشر على التوالي قال أسامة سويد شقيق أصيل للمصدر أونلاين بأنهم لم يصلوا إلى أي معلومات عن مصيره أو الجهة التي قامت باحتجازه رغم تواصلهم الدائم بالجهات العسكرية والأمنية في تعز ولحج وعدن لفت أسامة إلى أن بعض أصدقاء أصيل كانوا قد أبلغوا أسرته بأنه محتجز مع آخرين في سجن يتبع اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس لانتقال الجنوبي بمدينة لحج وذلك بعد إبلاغنا بأنه قد أطلق سراحه ولكن لم يظهر أو يتصل بنا وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان الرسمي بأن أصيل مصطفى سويد اختفى بتاريخ واحد مايو بعد خروجه من منزله في تعز متوجها إلى عدن بعدما تلقى تهديدات على خلفية نشاط صحفي وأبلغ النقابة في وقت سابق لاختفائه عبرت نقابة الصحفيين عن إدانتها لجريمة إخفاء أصيل سويد وطالبت السلطات الأمنية في تعز ولحج وعدا بالتحقيق في الواقعة والكشف عن مصير الزميل وإطلاق سراحه وتوفير الحماية له أنظمة تحكم بالخطأ تحت هذا العنوان كتب أرنست خوري مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا الخطأ مصطلح ملازم لمسيرة أنظمة الفشل يعيش معها وتعتاش بدورها عليه تعول على أنها مهما أخطأت وجب عليها أن لا تعتذر فالاعتذار من طباع الضعفاء ومن سمات الحكم الديمقراطي وأن الاعتذار يعني المحاسبة وهو ما ليس من شيامها فهي مولودة من الخطأ وتعالج الغلط بما هو أفدح منه لا بتصحيحه وأنظمة الخطأ في منطقتنا تحاصرنا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا قصة إيران مع الحوادث الخاطئة تفوح منها رائحة الدم بفصول تتوالد آخرها قصف مدمرة إيرانية سفينة عسكرية إيرانية أيضا في بحر العرب ومثل ما ظن ضابط الحرس الثوري المسؤول عن زر الصاروخ أن الطائرة الأوكرانية السياحية كانت مقاتلة أمريكية معادية فكبس الزر بالخطأ وقتل 176 راكبا مدنيا مطلع العام الحالي فوق طهران فإن رجل زر صاروخ آخر قابعا في المدمرة البحرية تهيأ له ما هو عصي على الفهم فقصف سفينة كنارك خلال تدريبات عسكرية يوم الأحد الماضي وبقية الحكاية معروفة نصف الجنود قتلوا وبينهم ضباط ما مجموعه عشرون ونصفهم الآخر نحو خمسة عشر تقول السلطات إنهم أصيبوا فقط في الخطأ الأول ظلت السلطات تكذب طيلة أيام وترد على اتهامها بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالتهديد وبالكثير من الأصابع المرفوعة ما قصة إيران ومحورها مع أصابع التهديد بالمناسبة وبوعود كشف الحقيقة المزلزلة التي سرعان مبتلعها حكام المرشد فرفض دفع التعويضات لدوي الضحايا 176 أما في صاروخ تدريبات بحر العرب فكان طريق الكذب أقصر لأن المناورات مصورة بأبعاد ثلاثية تظهر مصدر الصاروخ وهدفه كان هدف تصوير التدريبات استعراض قوة إيران فصار مضبطة اتهام بحقها أعلنت الحكومة اليمنية اليومين الماضيين عن مدينة موبوءة بفيروس كورونا المستجد وأمراض الحميات التي ضربت العاصمة المؤقتة للبلاد جراء الفيضانات لكنها وبحسب العربي الجديد عجزت عن تشخيص الوباء الغامض الذي حصد أرواحها 600 شخص منذ مطلع مايو حصيلة الوفيات التي روصدت خلال 24 الساعة الماضية بحسب مصادر حكومية بلغت 76 حالة وزع على كل مديريات عدن مايرفع الرقم المساجل منذ مطلع مايو الجاري إلى 600 شخص بينهم مسؤولون حكوميون ذكرت المصادر أن الساعات الماضية من مساء الثلاثاء سجلت وفاة ثلاثة مسؤولين بالحكومة الشرعية وهم المدير العام لمكتب الاتصالات ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدير عام النظم والفعلومات في هيئة البريد وعلى الرغم من أن جميع حالات الوفاة سجلت لأشخاص كبار السن وكانوا يعانون من أعراض تتطابق مع فيروس كورونا إلا أن السلطات لم تعلم بصراحة أسباب الوفاة وتلقي باللائمة على مرض غامض هو الحميات تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجد يشعرون بأعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق بيذا أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة ونطالع من البي بي سي فيروس كورونا ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه يقول الموقع يصيب فيروس كورونا الرئتين وتظهر أعراض رئيسية هي الحمى والسعال الجاف المستمر والسعال الجاف يعني السعال القشر الذي لا يصاحبه أي بلغم أما السعال المستمر فيعني السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال الأربع والعشرين الساعة أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفس يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر أو صعوبة في التنفس أو شعور في الاختناق يشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته السبعة وثلاثين فاصل ثمانية درجة مئوية إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة كما أبلغ أو أبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض بين أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق وتقول منظمة الصحة العالمية أن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوم قيادة العالم لا أحد يتصدرها الآن فهل تسعى الصين حقا لشغل هذه المكانة التي تحتاج إلى تضحيات كبيرة هل تريد الصين أن تقود العالم في لحظة انهياره وهل سيكون متاحا أمامها عمل ذلك فريدريك كيمبي يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة ويضيف مقال ترجمته أعادت نشره صحيفة الغد كشفت جائحة كوفيد 19 بوضوح أكثر من أي وقت مضى عن طبيعة طموح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وسعيه الذي لا يلين إلى وضع نفسه في مركز القوة والنفوذ العالميين الآن تحول ما كان في السابق سياسة مبهمة صاغها الزعيم الصيني دانغ شيو بينغ اخفي قوتك انتظر وقتك إلى النهج الشفاف ولو غير المصرح به تماما الذي ينتهجه الرئيس شيغين بينغ اختنم لحظة كوفيد 19 قبل أن تنغلق نافذة الفرصة بدى الفيروس في البداية أشبه بانتكاسة هائلة الصين نظرا لدورها كمصدر ومركز لمسبب كوفيد 19 في كانون الثاني ويناير وشباط فبراير ومع ظهور الصين المحتملي كأول اقتصاد عالمي رئيسي ينهي عمليات الإغلاق ويستعيد النمو يوفر كوفيد 19 الآن فرصة تأتي لمرة واحدة في القرن لتسريع وطيرة التحول الجيوسياسي لصالح بكين خلال العام 2020 وما بعده وهكذا يتحرك القادة الصينيون بوطيرة لا تكشف عن طموحاتهم فحسب وإنما عن خوفهم من إمكانية أن تنغلق هذه اللحظة التاريخية بالسرعة التي فتحت بها أيضا في كتابه الصادر للتو بعنوان ساحات القتال الكفاح من أجل الدفاع عن العالم الحر يكتب الجنرال المتقاعد الآن اتش آر مكميستر المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دوناند ترامب يعتقد قادة الحزب الشيوعي الصيني أن أمامهم نافذة ضيقة من الفرصة الاستراتيجية لتعزيز حكمهم وتعديل النظام الدولي لمصلحتهم ويرى مكميستر أن قيادة الحزب تتحرك بسرعة كبيرة جدا إلى الاحتواء والإكراه والإخفاء في الداخل والخارج قبل أن يفسد الاقتصاد السياسي وقبل أن يتقدم السكان في العمر وقبل أن تدرك الدول الأخرى أن الحزب يسعى إلى عملية إعادة تجدد وطني على حسابها فيما تتجه معظم دول العالم نحو تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا كالحجر الصحي وغيرها تأتي لحظة الحقيقة إذ فقد الكثيرون أعمالهم بسبب أزمة كورونا فيما تمكن آخرون من استغلالها لجني أموال طائلة فهل هذا من العدل في شيء؟ وعنون موقع الدي داباليو مصائب قوم عند قوم فوائد أثرياء زادوا ثراء مع كورونا ووفقا للموقع فإن قائمة المستفيدين من الأزمة طويلة يتصدرها أشخاص مثل مؤسس شركة أمازون والملياردير إيلون موسك والمدير التنفيذي السابق في مايكروسوفت ستيف بالمر ومؤسس زوم بالإضافة إلى مؤسس شركة ميديا كوم للاتصالات وقد أصدر معهد الدراسات السياسية أحد أقسام البحوث الكبيرة في واشنطن في الأسبوع الماضي تقريرا يضم أسماء هؤلاء الرجال ويبين أن الأغنياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقر وبالتحديد في هذه الأزمة منذ منتصف مارس أذار الماضي فقد نحو 50 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أعمالهم في المقابل زادت ثروة المليارديرات الأمريكيين في الفترة نفسها 282 مليار دولار وفي الوقت الذي اكتفى فيه أمريكيون محتاجون بتصديد بمبلغ 1200 دولار حصل 43 ألف مليونير أمريكي بينهم الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته على تعوضات ضريبية بمبلغ 70 مليار دولار أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة روسكوسموس الفضائية الروسية إليكساندر بلوشينكو في حديث أدل به يوم الثاني عشر من مايو لوكالة تاس الروسية عن احتمال ورود إشارات من حضارات كونية عنوان موقع روسيا اليوم مسؤول في روسكوسموس الروسية لا يستبعد وجود حضارة أخرى في الكون وحسب بلوشينكو فإنه لا يمكن أن يقول أحد بالتأكيد أن الكون صامت حقا على الرغم من غياب إشارات اصطناعية واضحة تم تسجيلها ومن غير المستبعد أن تستقبل الأرض إشارات ما يرسلها الكون وربما تقوم تلك الإشارات على مبادئ غير كلاسيكية نعجز عن إدراكها استنادا إلى العلم الذي نملكه أو نمتلكه في الوقت الراهن أضاف قائلا أن اكتشاف كواكب بالقرب من نجوم أخرى فيما يسمى بمناطق مأهولة يدل على أن في الكون أماكن تليق بنشوء حياة فيها وأوضح قائلا لقد اكتشفنا في الوقت الراهن نحو أربعة ألاف كوكب تابع لنجوم أخرى لكن الجزء المرئي للكون يتضمن ما يقارب من تريليوني مجرة يحتوي كل منها على تريليونات الكواكب وهناك احتمال كبير بأن حياة تشبه حياتنا الأرضية ولدت وتقدمت علينا أفاد بأن دراسة النيازك المحتوية على الكربون أظهرت وجود مواد تشبه تلك التي تنتجها الحياة في ظروف الأرض وبصورة خاصة عناصر مجهرية أحدية الخلايا غير أن العلماء لم يستطيعوا إلى حد الآن إثبات انتماء تلك المتحجرات إلى أي منشأ للحياة خارج الأرض أعادت شركة وولد ديزني فتحة شينجهاي ديزنيلاند في الصين أمام عدد محدود من الزائرين منهية إغلاقا استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا واتخذت الشركة إجراءات في شينجهاي ديزنيلاند تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كممات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين وستجعل عدد الزائرين بنسبة 30% من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية نتابع معكم الصور المنشورة في صحيفة القدس العربي ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الرسوم والصور نكون قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا بإذن الله في أمان الله